السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونيات على اليوتيوب بالنسبة للأول مرة ما ينساش اللايك واشترك في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقناوات المعقلة له بازنا بلا يتبعوني استفادوا من الحلقات اللي نبقى قدمه لكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه مباراقة واجدنا من العرصة قلية تجمع بين منتخبي قطر والبحران ضمن منافسات الجولة الثانية من بطول الكاس للخليج العربي لنسخة عام 2023 ومن حيث الألقاب حصل المنتخب القطري على ثلاث ألقاب أخرى لنسخة عام 2014 أما المنتخب البحران فحصل على نسخة وحيدة في عام 2019 وتقام المباراة بين المنتخبين يوم السلساء الموافق 10-1 لعام 2023 في تمام الساعة الخمسة وربع مساء بتوقيت تونس والجزار والمغرب السادسة وربع مساء بتوقيت مصر والليبي والسدان السابعة وربع مساء بتوقيت مكة المكرمة والعراء وسريع الأردن لبنان وفلسطين السامنة وربع مساء بتوقيت الأمارات العربية ويمكنكم مشاهدة المباراة من خلال القنوات او من خلال الترددات اللي اذكرها الوقتها امام حضراتكم في الفيديو او القنوات معانا بالنسبة لبينسبورت او قنوات الكاس وترددات زهر امام حضراتكم في الفيديو او من خلال قنوات دبي الرياضية ولها نظامين واحد بيعمل بنظام الاس دي والتاني بيعمل بنظام الاتش دي وايضا الترددات زهر امام حضراتكم في الفيديو او عبر قناة ابو زابي الرياضية وكلها بتعمل بنظام الـ HD على التردد الزهر امام حضرتكو او من خلال قناة الرابعة الرياضية او الرابعة سبورت على التردد للزهر امام حضرتكو في الفيديو ايضا او من خلال قناة الكويت الرياضية باقة الكويت وظهر التردد امام حضرتكو ايضا في الفيديو او عبر قناة عمان الرياضية والتردد امام حضرتكو ايضا في الفيديو واخر قناة معنا بالنسبة لقناة الاراء الرياضية والتردد امام حضراتك ايضا في الفيديو وكل الترددات دي بتعمل بنزام الـ HD معدها تردد واحد اللي هو دبي الرياضية بيعمل بنزام الـ HD وبكده كلها ايضا رسمتها بالمباراة الخوية اللي هتجمع بين منتخبها قطر والبحرين ضمن منافسها كاس الخليجي العرب لنسخة عام 20-23 ولو عجبك الفيديو حباب تتابع معي كل احداث بطولة كاس الخليجي العربي وكل الاحداث الرياضية اضغط لايك واشترك في القناة واهم عاجات فعل الجرس عشان اوصل لكل جديد مع اطلب التمينات للمنتخبين بالتوفيق وتمينات الجميع بمشاهدة ممتعة اشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته